أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير سلاح الجو التابع لها ل67 منطقة تمركزت فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوء 25 بجنوب مدينة إزيوم وقالت الوزارة إنها تمكنت من استهداف مصنع المعدات العسكرية بكييف وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية بصواريخ عالية الدقة غدا تتحذير نوسي من تكثيف هجماتها على العاصمة الأوكرانية وقال بيان لوزارة الدفاع أنه تم إصابة وتدمير 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة في بلوتافيا وديسا وجوساروكا ولم تعلن أي وجهة حكومية أوكرانية عن أي معلومات عن ضحايا محتملين حاليا